لا اطيل عليكم ان شاء الله. غدني ان شاء الله يكون اطالعا. الان نراجع ما اخذنا ثم ننظر. لو بقي شيئا من الوقت نؤمن. ما لأخذنا. ها بسم الله. لك متواضع. نعم. بسم الله. قسمنا الكتاب لعشرة اقسام. لماذا لا حتى نتصور الكتاب باكمل? لانك اذا تصورت كتابه الان تتسوق للدراسة. لان بعض الناس يبدأ كتاب التوحيدة. خلاص. تعلمت كتاب التوحيدة الحمد لله. شهادة سور. من يحضر معنى درس واحد يقول ختمت كتاب التوحيد. خطأ. مثل اللي يأتي ختم القرآن مثلا. على القول بختم القرآن بدعة وكذا. لا يحضر ويأتي ليلة الختم وقول ختمنا القرآن. حتى. نعم. القسمة الاول. المقدمة تحتر على بار خمسة. القسمة الثاني. تفسير التوحيد. والثالث الادلة والبرهين على عبادة ما سوى الله. والرابع. لا لا. اسم. 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 سبب كبر بني آدم. والخامس تحدث من يقول ان الشيخ لقى في الامة وفي جزيرة عربية. الاعمال الشيطانية اعمال القلوب الاسماء والصفات المناهل اللغنية والخاتل. غدا. تعينها بإذن الله. اجلس. ما لأخذنا. ها. قم. اوقف. الابواب الخمسة الاولى. نعم. باب وجوب التوحيد. وهذا نحن وضعنا ترجمة او تبويض لهذا الباب. لماذا? لان الابواب تستمع لها. وهو حذف التبويض حتى يعلق الناس من تجاه بسهم. وجوب التوحيد حتى تتسوق فضل التوحيد. وتحقيق التوحيد حتى تحقق. ومن تحقيق الخوف من ضده ومن تحقيق الدعوة اليك. ثم جاء بباء حتى يشرح لك التوحيد الذي وجب عليك وتشوق اليك. ولا بد من تحقيق والخوف من ضده والدعوة اليك. نعم. اخوانا ماذا اخذنا? انا للجاه وانا الشباب? اصحابك وين? الاولاد? خلي نشاركه. اين هو? طيب نعم نعمة. كيف نشرح الكتاب باختصار? الان عندما تقدم رسالة الدكتوراه والماجستير مثلا او اي بحث عن البحوث يقول لابد تضع ايه? خطة. خطة بحث صح. تمشي عليها. فعندنا الخطة التي سنمشي عليها بإذن الله تعريف تعريفات والتحسيمات وربط الايات والحديث مع الباب والباب مع الكتاب. اي شرح? اعتمادنا? شرح من? شرح من لكتاب التوحيد اعتمادنا? اي شرح? نعم. شرح? شرح من? القول المفيد شرح كتاب التوحيد من الشرح في العزينة? لماذا? لان هذا الكتاب هو في الحقيقة ليس بتأليف مكتوب لا. في الاصل هو التفريق. راجع الشيخ واعتنا بيكا. فنحن الان نقرأ او ندرس? ندرس. فهذا الشرح افضل لنا. مفهوم? اي نعم. شروحات كثيرة على كتاب التوحيد. نصيحنا والله واعلا. لا تقرأ الا القلم فيه. تقرأ شرح بن عزينة رحم الله لرصولة الثلاثة للقواعد الاربع الكتاب التوحيد للواسطية. سهل العلم. يمز معك البلوغ. زاد المستقنع. انتهجنا شرح بن عزينة رحمه الله ترجع الى شرح اخر. اني استطع? لانك الان لو تقرأ شرح بن عزينة رحمه الله تعالى. ثم تقرأ مثلا شرح الشيخ الفوزان حفظه الله. هذا تعليم وهذا تقسيم وتختلف عليك. بدل ما ندرس بعض الطلاب هلان ورائيان الآن ثق المقارنة او يقرأ بداية الطالب. لا. بداية ايه? المحتفل. لا. صعب. طيب. التدرج بالعلم. من طلب العلم زملة ذهب عنه زملة. تمام غيره. نعم. اين نعم? لماذا احترنا دراسة هذا الكتاب نصيحة العلماء? مشتمل على الادلة من كتاب والسنة? ذكرنا ان تريد تحفظ ايمة من المتون? لابد تنظر الى عناية العلماء بهذا الكتاب. واسهل شيء تستطيع ترجع على بعض الناس. انه في عندنا بعض الكتب اليوم. بعض الكتب يقررها بعض الناس انها تحفظ. مثلا. نقول هل هذه الكتب موجود منها نصف? هل شرحت عليها الخدمة? هل توجد في كل ملاد من البلدان? صح او لا? حتى احفظ هذا الكتاب. مثل بلوغ المرام. صح? مثل اربعين النووية. مثل كتاب التوخير. مثل العقيقة الواسطية. ممكن تحفظ دولة لا تجد فيها نصف من الواسطية. صح? لكن لا يمكن ان لا تجد انسان لا يحفظ هذا المثل. ابد ما يمكن. لابد تجد. مفهوم? اي نعم. طيب غيره. ها متواقب شر. اه. ذكرنا ان العداوة لو تبحث تجد ان نساب العداوة في شيء واحد. وهو التوحيد. سبب العداوة للشيخ محمد بن عبد الوهاب التوحيد. عندنا بعض العلماء دخل يوم من الايام على امير من الامراء. امير من الامراء. من اي دولة كان. فقال له هذا الامير. قال يا فلان يا شيخ احذر من فرقة ظالمة. مضلة. قال ما هي? قال الفرق الوهابية. فقال هذا الشيخ عنده حكمه. فقال لهذا الرجل للامير هذا. قال هل تعرفهم? تعرف هذا منكم? قال لا. انا سمعت عنها. ولهذا احذرت منها. قال اسمع. الوهابية انا وانا. كل من يعلم الناس التوحيد ويحذر من الشرك ويعمل بالتوحيد ويبدعي عن الشرك. يقال عنه ارحابي. عرفتهم قال جزاك الله خير. نعم. لا بد اخوانا لا بد نعلم الناس ويحكى ان رجلا في دولة من الدول كان يصب الشيخ محمد بن عبد الهاب. فجاء الانسان وقفع غلاف المكتوب به كتاب التوحيد محمد بن عبد الهاب وقدم هذا الكتاب. وقال وقال ما شاء الله هذا كتاب عظيم. من المؤلم قال محمد بن عبد الهاب. الشيخة نشيخة محمد بن عبد الهاب العقيم. ان شاء الله سبحانه وتعالى نهده بالعافية عرف. كان لديه دورة في السودان. فاسم الشيخ محمد بن عبد الهاب العقيم. فعندما كتبوا الاعلانات في السودان. فاهل السودان بعضهم يعني البعض ليس الكل. قال محمد بن عبد الهاب زاتوا. ليه السودان? هذي بسيطة. في السعودية وما سليفنا منه. يأتي عكس الآن. ما لأخذنا. نعم آخر. فضل العلماء ونسير على طريقة هؤلاء. طيب. آآ الآن مقدمة ذكرنا فيها وجوب الكوفيدة وجوب الواكبة. وما خلقت الجنة والإنسة إلا ليعبدون يعبدون لوحدهم. كل عبادة التوحيد معناها كل عبادة المرآن معناها التوحيد. وما خلقت الجنة والإنسة إلا ليعبدون إلا لوحدهم. واعبدوا الله واحدوا الله. العبادة هي التوحيد. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا عابدوا ما عبدتم. لأن الخصومة فيه. ما الخصومة فيه. تخاصم النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار في أي توحيد. توحيد العبادة. الثاني قلنا باب فضل التوحيد. وما يكفر من ذلك. والتوحيد له فضاء كثير. وتحقيق التوحيد قلنا حتى نحقق. نختدي بمن؟ بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. إن إبراهيم كان أمه. أمه يعني إماما يقتدى به. في أقواله وأفعاله في اعتقابه. إن إبراهيم كان أمة قانتاً كثير الطاعن على الدوام عليه. لله إخلاص. حنيفاً مطبلاً إلى الله مبتعداً عن الشرك. ولم يكن من المشركين البراهة من الشرك وأهله شاكراً لأنعمه. لأن النعم ابتلاء وتحتاج إلى شكر وليس الإششال في حال السراء. حال الضراء. الإششال كل من الإششال في الحال السراء. وقليل من عبادي الشكور. إذا لابد من الابتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام في أمور سفة. قانتة. إحق. إماما. يقتدى به. وكثير الطاعة مع الدوام عليها. إخلاص. ضراءة من الشرك وأهله. شاكراً لأنعمه. حنيفاً مقبل الله مدرعي الشركة. بزاق الله خير. ما أضافه الله سبحانه وتعالى لنفسه ينقسم إلى قسمه. أي شيء يضيف الله سبحانه وتعالى إلى نفسه ينقسم إلى قسمه. إضافة أعيان وإضافة أوصان. كل عين قائم بذاته منفصل عن الله هذا من باب إضافة المخلوق لقالبه. كل عين قائم بذاته منفصل عن الله هذا من باب إضافة المخلوق إلى خالبه. إلى خالبه. إن أرض واسح عين. الأرض. نعم هذا من إضافة المخلوق لقاء. عيسك. روح منه أي روح من الأرواح التي خلق الله وضافة لنفسه كثير. وطهراء بيته. البيت عين قائم بذاته فصل عن الله. تمام. هذه إضافة أعيان. الثاني إضافة أوصاب وهذا من باب إضافة الصفاء إلى المنصوف غير مخلوق. كل صفاة الله سبحانه وتعالى. مفهوم؟ الرحمن الرحيم الحي القيوم. نعم. يقول للعلماء رحمهم الله أن خوالق العادات أربعة. يعني هناك أشياء تأتي على الأخلاف ما اعتاد الناس. يعني هذا الأخلاف يا الآن لو يطيل في الهواء بين ذلك. اعتاد الناس هذا. لا. لكن يمشي من هنا للجامعة الإسلامية في ساعتين مثلا. طبيعي جدا. نعم ممكن هذا يقول أن نمشي في ساعة. صح. نعم يمشي إلى مكة مثلا في عشرة أيام. ممكن. نعم لكن يمشي إلى مكة بالإجناء في نسف الساعة. لا. يصلي المغرب في. والعشرة في مكة ما يمشي. طيب. خوالق عادات يقولون أربعة. خوالق العادات كم؟ أربعة. الأول آية. والشيخ بالعزيم الرحمة الله تعالى يقول لا تأتي بقول معجزة. لما لأنه قال هذا هو الذي جاء في القرآن. آية. لأن المعجزة قد يعجز عنها بعض الناس وتكون للدجالين. آية. والآيات انتهت لموت النبي صلى الله عليه وسلم. لأن أي إنسان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عندي آية يقول هذا كفر وانتهى الأمر. واحد. آية تكون للأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. الثاني كرامة تكون لأولياء الرحمن. من كان مؤمن كقية كان لله وليه. الثالث معجزة وفكنة واستدرال. وتكون لأولياء الشيطان. لا إيمان ولا تقوى نصر عبو السلام. الرابع فضيح. الرابع فضيح. كيف نصر عبو السلام. كل من كذب عن الله يفضح في الدنيا قبل المآخر. مش سيلة ما. النبي صلى سلم في حديث. عليه رضي الله عنه. أنه بسق في عينه ودعا له فبرع فبرع كأن لم يكن به وجه. آية في الحديث هنا الآية المولى هاته. الآية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر خيبر تفتح غدا خيبر. يفتح الله على يديه. لكن يا أخواننا الصحابة ملتفتوا لهذا. ملتفتوا للفتح لأنهم لم يخرجوا للغنيمة. لم يخرجوا إلا للآخرة. قال لهم النبي يا أخواننا خيبر أموال. نعم أموال غنيمة. الصحابة الله عليهم لم ينتفتوا لهذا الفتح. لم ينتفت للدنيا. فبات الناس يدوكون للفتح. كلهم يرجو أن يرضاهم. إلى ماذا ينتفتوا? محبة الله سبحانه وتعالى. فقال أين عليك? سبحان الله. تحقيقة الصحابة للإيمان بالقضاء والغذر. لم يقل واحد من الصحابة للنبي صلى الله يا رسول الله. أنا مريض. ونحن تعبنا وتفكر. سحر? لا. اعلم أن ما أصابك لم يكن جوهد آكل. جاءوا لرجل جاءوا لمسينما برجل في عينيه رمج مرض. ممكن تقرأ على مريض يضرق وممكن لا يضرق. قرأ عليه ذهب بصر. فضيحة. النبي صلى الله عليه وسلم كانت بالمدينة بئر فيها ماء قليل. قال يا رسول الله ادعو الله ان يبارك لنا في هذا الماء. دعا النبي صلى الله عليه وسلم وبصق في الماء في البئر. وإلى الماء فيه. وسيل ما قال له عندنا بئر. جاء تمتم وبصق جفح البئر. فضيحة اسرائيل. هذا من زغولام احمد قادياني الدعوة القاديانية الى يومنا هذا تنتشر. وبعضكم يعرض ان تنتشر نعم عندكم هناك ولا يحدث ساكنا ولا يدرم. من زغولام احمد قادياني هو مؤسس الفرق القادياني. مات اكرمكم الله في الحمام. فقالوا لاتباعه. قال انا السنة طبعا لاتباع هذا. قالوا تقول ان هذا الابي كل نبي يدفت حيث قبل. هذه فضيحة نعم. فهذه خوالق العدد كم? اربع. اية قلنا اية افضل. وكرامة. وبوعش الجوا فيك نواس بجراج. لأولياء الشيطان. وفضيحة. اصدر عافية السلام. التوكل هو صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الثقة به والاخذ بالاسباب المشروع. ثلاث اشياء حتى تحقك التوكل. صدق وثقة واخذ بالاسباب. صادق باعتمادك على الله. وافد لا شاء. افد من الاسباب المشروع على الممنوع. هم الذين لا يسترقون. لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية. اذا طلبت الرقية من غيرك تخرج من السبعين. تقرأ على المرضى لا تخرج. انا الان جاء الشيخ محسن وقرأ عليه وانا لم اطلب انا لا اخرج وهو لا يطلب. لكن الذي يطلب يخرج. لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية. ولا يكتوون الاكتواء يأخذ قطعا من الحديقة ضع على النار ثم يوكي بها المريض في اماكن معلومة عندهم للعلام. ولا يتطيرون. التطير سيأخذ معنا. من الشركة الاسر. هو التشاعر. بمرضي اشياء يراها. او مسموع اشياء يسمع. او معلوم ازمنة وامكنا. البس ارقام ستحفظ انه لا تعمل. لماذا لا يطلبون الرقية. ولماذا لا يكتوون. ولماذا لا يتطيرون. على ربهم لا على غيره. يتوكلون صدق اعتماد على الله مع التقابين اخذ بالاسباب المسوعة. في الحديث. قال قد احسن من انتهى الى ما سمع. ادب اخواننا طلاب العلم حتى في المنطق في الكلام لابد تتعلم. اشتري لك يا اشتري لك يا اخوان. قال قد احسن. قال ما حملك على هذا. شو كلام. ادب. قال ما حملك على هذا. قال حديث حدثناه الشعب. قال وما حدثك. ادب. صح. اشتري لك. انا اعرفه قبل ان طولة اللي يقول انا اعرف ان هذا وكذا. متى? تعلمنا الان بالدعوة. قال. ثم رد عليها. رد بادب. ما قال انت. يعني كذا واخطأت واخرت بالمرضوة وحكرة. قال قد احسن من انتهى الى ما سمع. ولكن حدثنا فيها البقس. ها اشناها. والثم اي نعم ادلة. لا يسا قال فولان قال علا. قال وما حدثكم. فالحديث الاول لا يخالف الثاني. لا رقية الا من عين العين الحسد. اول ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى كان بسورة الحسد. او الحمى. الحمى لدغت كل ذات سبحية والعقرة. حمى ليست الحمى. الحمى سيحتي معنى في في يده خيط من الحمى يعني من ابتفاع درجة الحرام. الحمى تؤدي الى الحمى. لدغة في السم تؤدي الى ايش? لا رقية يعني لا علاج. ولا دواء انفع. في العين والحمى من الرقية الشرعية مع ثبوت الرقية الشرعية في السحر والم البطن وغير هذا. صحيح? نعم. لا رقية الا من عين او حمى. الصنم والوثن. الوثن عام. ما عبد على صورة وعلى غير صورة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبل صنم لا وثن. والصنم ما عبد على صورة. واجنبني يعني يا رب اجعل عبادك اصنم في جانب وانا في جانب اخر. ومن بركة دعوة ابراهيم عليه الصلاة والسلام انه لم يأتي نبيه من انبياء رسول عليه الصلاة والسلام بعد ابراهيم عليه الصلاة والسلام الا منذ ذيهي ومنه نبينا عليه الصلاة والسلام. الغدا من شهران اريد منكم الان فقط اخذنا قسم اول. تراجعوا الابواب الابواب الخمسة. يوجد اختبار تكتبوه. وغدا نتناقص في اسئلة الاختبار. اسئلة سهلة. اذا اشتل عليك سؤال او كلب ممكن تدخل عندنا على الموقع تفتح اختبار كتاب التوحيد تختبر والكمبيوتر يصحح لك التوحيد. نعم صح وخطأ ثم بعد هذا تأتي غدا ان شاء الله مراجع. مهم جدا يا اخواننا. والله لو اردكم باذن الله. نسأل الله التوفيق السبب. انا اشهر كتاب التوحيد اللي العكم للكتاب. لكن من يستفيد? انا. انا اريد اخواننا نتعاوم. مرة اعتبر هذا الشرق فقط تشويق الكتاب التوحيد. بعد فرح مرتين ثلاثة حتى يرسخ بنبازر رحمه الله يطيل عشرات المرات. تريد تضبط كتاب التوحيد في جلسة واحدة. لا. نحن الان شوقكم كتاب التوحيد. شيء فالشيء حتى تضبط الكتاب باذن الله تعالى. طيب مهم جدا لشيء. تمرج. اذا لا تحفظ لعشك. اقرأ الابواب الخمسة قراءة. وغدا نحفظ لين ابواب التسعة قراءة. قد انا عندنا ابواب تسعة ممكن ناخد تسمين قد ان شاء الله تعالى. تحفظوا لنا الابواب وتكتبوا الاختبار. الله يرضى عنكم. يعني نريدنا تعاون مع بعض الله. اش? اختبار. اختبار الكتب يعطوكم الان الكتب موجودة. لكن اخواننا طلاب العلم. الامام بالقضاء والقدار. وادب. عندما تأخذ الكتب. لا يأتي الطالب يأخذ كتابين. او يقطع ويأخذ نصف كتاب بعضهم. اخذ نصف كتاب وبا حصلت نصف كتاب الحقيقة. عيب والله اخوان معين. خلاص يتبر الان الاخر ووزع لكم الكتب. حصل الكتاب ما حصل. ما حصل الكتاب فتصل بالاخل محسنة والتصل بها والشق عسنة. تجد كتاب ان شاء الله تعالى. ما وجد كتابة الحمد لله موجود هذا. اش اسمه? تدخل على الموقع تنزل الكتاب والحمد لله. اما الله بعض القلاب قطع الكتاب وقال ما حصلت نصف كتاب. لا ما يصير اخوان. طيب نحن ندرس كتاب التوحيد نطبق العلم وكذا. على الموقع الاسئلة وفي الكتاب الاسئلة والحمد لله امور ميسر. احسن شيء انك لا تزد كتاب التوحيد. تأخذ واحد من الطلاب وتتدافذ معه الآن وتحفظ. انها لا ليس كتب. بدون كتاب. الان انا لو اشرح لكم من كتاب. اشتقولوا. تقول احفظ انت انا اولا. صحي? عنام. طيب. انا بشر مثل مثلكم الان. اراجح. احفظ. احفظ. والحمد لله. انت تظن ان انا انا امام? لا. يعني الان بعض الطلاب في الفراعي وانا اصحح لهم. اخذ دفع خطأ خطأ خطأ. يقول كيف تحفظ المسائل? هذه المسائل انا اخطأت فيها. لهذا ما انساها. فهمت الشيء? ان لا تظن من المسائل هذه حلوكها. لا اخطأت فيها لهذا. قبل ان اعطي وصح لكم الله. اراجع في دفعي. اراجع في ماذا? في اخطائي. انا ما اراجع الصاب. اراجع المسائل اللي اخطأت فيها. هذا المهم. انا المسائل اخطأت فيها ماذا يشتر. وانسان لا اخطأت فيها. يعني انا اعطي خطأ 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 خلص الحمد لله. اخواني نراجع نحفظ نضبط مذاكرا السلف كان يتذاكر العدد فيما بيناه. طيب? وانت ماشي تشكل شرح الشيخ بن عثيمين رحم الله القول المفيد على كتاب التوحيد. من هنا لغادل بيدي يقول يكون ختم ابواق الخمسة وزيادة. طيب? اسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والله على ما شاء الله على مبيه محمد وانو صح وسلم. ازاكم الله وخيرا.